خلال عمليات اعتقال الفلسطينيين يوثق جنود الاحتلال انتهاكاتهم بأنفسهم بمقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة للتنكيل بالفلسطيني كسلوك فردي وجماعي دون إسرائيليون يداهمون فتى فلسطينيا في سريره ينام إلى جانب أشقائه الصغار هذا المقطع الذي نشره أحد الجنود عبر حسابه الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي صور عبر كاميرا مثبتة فوق خوذة الجندي لاعتقال الفتى من منزله في قرية سنجل شمال رمالله التنكيل بالفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال بات سياسة تقرأ بوجهين كسلوك جماعي تدعمه حكومة اليمين وتحمي من يمارسه من الجنود وكسلوك فردي يستعرض من خلاله الجندي فكره المتطرف والمبني على عقيدة الانتقام من الفلسطينيين وكراهيتهم من هنا يأتي نشر الجنود لتوثيق جرائمهم كنوع من استعراض ما يصفونه بالانجازات هذا يأتي ضمن سياسة متبعة وسياسة ممنهجة داخل الحكومة الإسرائيلية وباعتقادي بدنا جميعا ندرك بشكل كبير جدا طبيعة تغلغل الفكر الصهيوني الديني داخل الجيش الإسرائيلي وداخل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانعكسها على كل هذه الممارسات وبالتالي هذا السلوك تحميه أيضا الحكومة هناك خطاب ديني خطاب عنصري خطاب ينم عن الكراهية للفلسطيني وبالتالي يجب التعامل والتعاطي مع الفلسطينيين بهذه الوحشية وبهذا التنكيل هذا يعتبرونه جزء من عملية الردع وتخويف وخلق هاجس لدى الفلسطيني بعدم مواجهة الاحتلال الإسرائيلي رصدت مؤسسات حقوقية ومعنية بشؤون الأسرار ارتفاعا في وطيرة التنكيل بالفلسطينيين خلال اعتقالهم فيما يفيد أسرى محررون أن هذه الجرائم حتى وإن ازدادتها مجيتها بعد السابع من أكتوبر إلا أنها لم تكن مرصودة لأنها لم تكن موثقة وإن كانت توثق فإنها لم تكن تنشر وإن انتشرت فإنه كان لا يتم تدولها بهذا النطاق الواسع كما يحدث الآن الجند الإسرائيلي يعتبر نفسه محمي بالقوانين الإسرائيلية من قضايا الملاحقة من قضايا المحاكمة من قضايا التعرض إلى المسائلة أمام المحاكم الدولية لأن الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي عود الجيش الإسرائيلي في تنفيذ حماية كاملة ولهذا السبب حتى عمليات الإعدام التي يقوم بها جنود الاحتلال الإسرائيلي وعمليات التنكيل لا يتم مساءلة الجنود التنكيل والضرب والإهانة والتصرفات غير المسبوقة والمتوقعة كل هذا يأتي في سياق الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال مجتمعين وفرادة بحق الأسرى الفلسطينيين هي رحلة العذاب التي رصدها التوثيق الأخير في سرير المعتقل لكنها تستمر أيضا خلال عملية النقل والتوقيف والتحقيق والمحاكمة وصولا إلى القمع والتنكيل داخل المعتقلات من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا